في حديقة منزله الكائن بجزيرة النبي صالح يقوم حسن مرهون بزراعة محاصيله الزراعية الخاصة دون بيعها ولكن من أجل الاكتفاء الذاتي إلى جانب ذلك يهوى مرهون صنع التحف الخشبية ومنحوتات الجص لتزين حديقته وبيته أزمي البسام الابدوي والتفاصيل بعيدا عن معدلة السوق في العرض والطلب نزلنا حديقة حسن مرهون الواقعة في جزيرة النبي صالح واقتربنا من أكمام نخيله ومحميات ثماره وعرجنا على أنعامه وعلى الخير كله يعتمد حسن لإطعام أهل بيته دون الحاجة للذهاب إلى سوق وجزار الآن موجود عدنا هنا في المزرعة موجود جميع أنواع الخضارة على مدار العام فقط عندنا شهرين 87 ما يكون عندنا انتاج على مدار العام لأن الانتاج رايح نتوجه إلى النخيل بيبتدي انتاج النخيل انتاج الرطاب فالحمد الله الخضار متوفرة عندنا على مدار العام والنخيل كذلك تمدنا بالرطاب وتمدنا بالتمر ولأنه يسعى لأن يبلغ قمة طموح الاكتفاء الذاتي وهو لأمر صعب بالتأكيد فقد خطى خطوته نحو رحيق النحل وجلب صناديق الخلايا ليكون نحالا معتمدا على انتاجه الخاص من العسل الوظيفة لنحن نستفيد منها شو نستفيد منه نستفيد منه ناخذ العسل والشغلة الثانية نستفيد منه في البيوت المحمية يروح يلقح لنا الأشجار والأزهار الموجودة سواء للطماطة أو للقرعيات الأخرى مثل البطيخ مثل الإخيار إلى آخر تحف من خشب وجص مترامية في أرجاء حديقته سألناه عن مصدر صنعها فكشف لنا قائلا بأن يده من صنعتها واعتبرها هواية ونوعا من أنواع التوفير طبعا هذه النحط المنحوطة اللي أمامنا لاستند استخدمها حق الأزهار نحط على البيزة كناحية تجميلية إلى الحديقة الحجم هذا 20 يكون 20 سنتي في 60 سنتي قيمتها هذه 500 فلس والقاعدة قيمتها 300 فلس يعني تكلف الوحدة أقل من دينار عندما إذا نحتها وكملتها يرتفع سعرها حوالي إلى 80 دينار الراحة يعني توجد سعرها في السوق حديقة حسن مرهوم لهي تجسيد لما كانت عليه بيوت البحرين منذ زمن بعيد وآخر ليس ببعيد وهو تجديد يسعى حسن لنشره بين الناس على أرضه وفي محل إقامته استطاع حسن أن يجمع آلاء ربه من زراعة ونخيل وعسل وأنعام ليكتفي ذاتيا ومتعة يعيشها بين إنتاجه وحرفه اليدوية بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين